خلال ترأس اجتماع الحكومة بالعالمين الجديدة مدبول يؤكد أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة مشروع الدولة تسخر جميع الإمكانيات غدات جملة من القرارات لرئيس التونسي محكمة الاستئناف تفتح تحقيقات مع رئيس الأسبق لهيئة مكافحة الفساد وعون يستكمل مشاورات تشكيل حكومة لبنانية وبرلمان مستعد لرفع الحصنات عن الجميع في قضية المرفأ السادسة مساء بتوقيت القاهرة الرابعة بتوقيت جرينتش نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصفى مدبولي لاهتمام الكبير الذي يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسي لمشروع قومي لتطوير الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة وخلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء من مدينة العالمين الجديدة شدد مدبولي على ضرورة التنسيق المتواصل بين الوزرات والجهات والإجهزة المعنية بشأن تنفيذ المشروعات المختلفة بالمشروع القومي لتطوير الريف المصرية باعتباره مشروع دولة تسخر له كافة الإمكانات والاعتمادات اللازمة وفي سياق آخر أكد مدبولي على أهمية وضع آليات لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع الأشقاء بجنوب السودان خلال اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين البلدين والتي عقدت أول اجتماعاتها مؤخرا وقد أكد رئيس الوزراء على التوجهات المستمرة للرئيس السيسي للحكومة بتعزيز علاقات التعاون بين مصر وجميع الدول الأفريقية الشقيقة كما تترق رئيس الوزراء لزيارة رئيس وزراء الكونغو الديمقراطية للقاهرة وأكد استعداد مصر لوضع خبراتها في مختلف القطاعات أمام الأشقاء في الكونغو وتطلع لتوسيع أطر التعاون بين البلدين خلال الفترة المخبلة وخلال الاجتماع استعراضت وزيرة الصحة وسكان الدكتورة هالزايد تقريرا حول آخر مستجدات خاصة بالتعامل مع أزمة كورونا وجهود توفير اللقاحات المضادة لهذا الفيروس وفي مستهل عرضها أكدت وزيرة الصحة أن معدل الإصابة والوفيات الأسبوعية على المستوى المحلي يشهد انخفاضا خلال هذه الفترة وأشرت زايد إلى أن إجمالية ما سيتم توريده من لقاحات كورونا خلال الفترة من أغسطس المقبل حتى نهاية العام سيصل إلى 148.2 مليون جرعة وهو ما يكفي لتطعيم 183.7 مليون مواطن وفي هذا السياق وجه مدبولي بضرورة تكتيف وزيادة التطعيم للمواطنين في الفترة المقبلة وفيما يتعلق بخطة مكاتب تطعيمات كورونا للمسافرين للخارج أوضحت وزيرة الصحة أنه تم تجهيز 125 مكتبا موزعة على محافظات الجمهورية لتسجيل البيانات وطباعة الشهادات المميكنة بـ QR Code وذلك لتقديم اللقاحات للمسافرين كما أشارت وزيرة الصحة إلى الاحتفالية التي نظمتها الصحة العالمية بهدف رفع الوعي بمرض التهاب الكابدي الوبائي والتي ثمنت خلالها جهود التجربة المصرية في التعامل مع هذا المرض لفتة إلى الاعتراف بمصر إقليميا وعالميا كدولة الرائدة قادة الصحة العامة لقضاء على فيروس سي وافق مجلس الوزراء في اجتماع اليوم على عدد من القرارات ومشروعات القوانين منها مشروع قرار رئيس الجمهورية الخاص في الاتفاق الموقع بين حكومتي مصر وفرنسا والذي يهدف إلى المساهمة في تنفيذ المشروعات ذات الأولوية في مصر من خلال اتخاذ إجراءات تعاون بين الجانبين لتنفيذ مشروعات ذات أولوية كما وافق على تخصيص مساحة 17 فدانا تقريبا لصالح محافظة السويس وذلك لاستخدامها في الأغراض الصناعية ترجمة نانسي قنقر وفق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصفى مدبولي على مشروع قرار مقدم من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بشأن ترقية الموظفين بالجهاز الإداري للدولة الذين أتموا المدد البينية اللازمة للترقية إلى المستويات الوظيفية الأعلى ومن المقارر أن يصل عدد المستفيدين من هذا القرار 800 ألف موظف ووفقا لمشروع القرار الوزرية استحق الموظف اعتبارا من أول يوليو الجاري الأجر الوظيف المقرر للوظيفة المرقى إليها أو أجره السابق مضافا إليه علاوة ترقية بنسبة 5% من أجره الوظيفية في 30 من يونيو من عام 2021 أيهما أكبر وفي هذا السياق فقد تضمن مشروع القرار المذكور استحقق شاغل وظائف كبير والمستوى الأول ومن في حكمهم في جميع المجموعات الوظيفية والذين مضى على شغلهم لتلك الوظائف 3 سنوات في 30 من يونيو من عام 2021 حافزا بحد أدنى مبلغ 100 جنيها وبحد أقصى 250 جنيها شهريا وصلت أجهزة وزارة الداخلية حملتها لإحكام الرقابة على الأسواق والقضاء على كل أشكال الغش التجاري وجرائم بيع السلع منتهية الصلاحية والتي تضر بصحة وسلامة المواطنين وقضايا التلاعب بالدعم وقد نجحت هذه الحملات في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية في هذا الإطار استمرار للجهود الأمنية المبدولة لضبط كافة الجرائم التامونية تمكنت الإدارة العامة لشرطة التامون والتجارة بالتنصيق مع فرعها الجغرافية بمدريات الأمن وقطع الأمن العام من ضبط قرابة 26 طن من اللحوم ومفروم اللحوم والدواج ومقطعاتها غير صالحة لاستهلاك الأدمي وتشكل خطرا على صحة العامة للمواطنين خلال حملات شنتها الإدارة بمحافظات القاهرة والجيزة والشرقية وكفر الشيخ كما تمكنت الإدارة من ضبط أكثر من 26 طن ونصف أسماك وملح طعام غير صالحة لاستهلاك الأدمي بحوزة المسؤول عن مصنع لتعبئة وإنتاج الأسماك المدخنة بالجيزة قبل أن يتمكن من طرحها للبيع بالأسواق ونجحت في ضبط أكثر من 18 طن ونصف أسماك مختلفة الأنواع غير صالحة لاستهلاك الأدمي وتشكل خطورة على صحة المواطنين حال طرحها للبيع بالأسواق بالقاهرة والجيزة والقليوبية والغربية والبحر الأحمر ونجحت الإدارة في ضبط أكثر من 23 طن مخللات مجهولة المصدر وغير صالحة لاستهلاك الأدمي بشركة لتجارة المخللات بالشرقية ومصنعين لإنتاج المخللات بدون ترخيص بالغربية والمنفجة ونجحت الإدارة في ضبط 17 طن من حطعام غير صالح للاستهلاك الأدمي بالغربية والشرقية وضبط 10 أطنان ملح سياحات غير صالح للاستهلاك الأدمي ومحظور استخدامه في الصناعات الغذائية بحوزة مالك مصنع بدون ترخيص لمنتجات الألبان بالمنفجة ومالك مصنع بدون ترخيص لإنتاج الجبن الأبيض بالبحيرة ومع توالي الحملات الأمنية التي تشنوها الإدارة توالت النتائج الإجابية حيث تمكنت من ضبط قرابة 30 طن مسلي وزي الطعام داخل عبوات بدون بيانات كما أنها غير صالحة للاستهلاك الأدمي بحوزة المسؤول عن مخزن بدون ترخيص للسلع الغذائية بالقليوبية ونجحت الإدارة في ضبط أكثر من 5 أطنان سكر تموني قام بتجمعها أصحاب محلات بدالة تمونية بالقاهرة والشرقية تمهيدا لبيعها بالسوق السوداء وتمكنت الإدارة من ضبط أكثر من 13 طن أرز أبيض وأرز تموني وضقيق وعدس غير صالح للاستهلاك الأدمي بالجيزة والقاهرة ونجحت الإدارة في ضبط قرابة 66 طن أعلى في حيوانية ومستلزمات إنتاجها غير صالحة للاستخدام الحيواني وتشكل خطرا على الثروة الحيوانية خلال حملات أمنية تشنتها الإدارة بالمنوفية والشرقية والغربية وسوهاجة عبدالبراكات التلفزيون المصري وإلى جديد الشأن التونسي حيث قررت محكمة الاستناف في تونس فتح تحقيقات مع رئيس الأسبق لهيئة مكافحة الفساد شوق الطبيب بتهم فساد وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد اتخذ بعض القرارات من بينها قرار بإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه وتجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب وذلك على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها مدن عديدة أكد الاتحاد العام للشغل أنه يعمل على سياغة خارطة طريق سيقدمها للرئيس قيس سعيد خلال الأيام القادمة مطالبا في الوقت نفسه النقابات بتأمين المؤسسات ومنع أي تلاعب بوتائقها بيان الاتحاد العام للشغل يأتي غدا تأعفاء الرئيس قيس سعيد رئيس التلفزيون الوطني من منصبه وتعين بديلا مؤقتا له وهو القرار الذي جاء بعدما منعت إدارة التلفزيون التونسي مسؤولة في نقابة الصحفيين وناشطا حقوقيا من دخول مبنى التلفزيون للمشاركة في برنامج حواري وتتوالى قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد لإعادة ضبط الأمور داخل مؤسسات الدولة المختلفة الرئيس سعيد وفي أحدث قراراته أصدر أمرا رئاسيا بإعفاء رئيس التلفزيون الوطني التونسي من مهام منصبه وتعين بديل له خطوة أرجعها مكتب الرئيس التونسي بسبب منع إدارة التلفزيون لبعض الشخصيات الوطنية من الظهور على الشاشة والمشاركة في أحد البرامج الحوارية ومنها مسؤولة في نقابة الصحفيين وناشط حقوقي بالتوازي مع ذلك يترقب التونسيون تنفيذ تكلفات الرئيس الجمهورية فيما يتعلق باسترجاع الأموال المنهوبة حيث أعلن الرئيس سعيد خلال اجتماعه مع رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة عزمه إصدار نص قانوني ينظم إجراءات تسمح باسترجاع الأموال المنهوبة إجراءات عديدة أعلنتها مؤسسة الرئيسة التونسية من بينها أيضا تعليمات الرئيس سعيد للجهات القضائية بفتح تحقيق حول مصادر تنويل حملة الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي جرت في عام 2019 وخصوصا مصادر تنويل حركة النهضة الإخوانية وحزب قلب تونس وقائمة عيش تونسي قرارات جريئة يتبناها الرئيس التونسي وتمثل مطلبا ملحا من التونسيين الذين باتوا يعانون ظروفا اقتصادية صعبة ووضعا سياسيا لم يسفر عن أي جديد للتونسيين تطور يأتي بالتزام مع إعلان هيئة الدفاع عن المعارضين الراحلين شكري بالعيد ومحمد البرهمي أن رئيس حركة النهضة رشد الغنوش يشرف على جهاز تجسس على الصحافيين والسياسيين كانت هيئة الدفاع قدعت إلى فتح تحقيقات ضد كل من الجهاز السري لحركة النهضة المتورت في الاغتيالات السياسية ورئيسها راشد الغنوشي ومن جانبها قالت رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس عبير موسي قالت إن حركة النهضة تعقد اتفاقات مشبوهة اتهمت موسي رئيس الحركة راشد الغنوشي بتشكيل تنظيمات إرهابية خروج من 25 جويليا 2021 هو خروج من ضمن خروج آخر لفئات مختلفة من الشعب التونسي على متبات المدة الفاردة وبالتالي اختزال المطالب وإلا اختزال شرعية أنك أنت عملت المطالب ولا وصلت تونس إلى مرحلة اللي نتمنيه أنه تكون به يا خطر توا هاتوا نحلو إشن هو أحداثيه راهي ما تنجمش تكون في النهار هذك فقط ما ليش بنعطي حتى تقييم وما ليش بنعطي حتى أحكام وما ليش نقول للباهي للخير بيهي إذن اللي لتوق قديمكم هذك تابعة شعبية تابعة شعبية أجرى معهد أمرد كونسالتينج لاستطلاعات الرأي استطلاعا بشأن قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد التي جاءت استجابة لتظاهرات الشعب التونسي في الخامس والعشرين من شهر يوليو الجاري وأبدأ أربعة وثمانون في المئة ممن شاملهم لاستطلاع تأيدهم لقرار رئيس التونسي بإقالة هشام لمشيشي رئيس الوزراء وأخرج شعب التونسي في تظاهرات حاشدة ضد حركة النهضة المنتمية لجماعة الإخوان بسبب تردي الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية والصحية واقتحم المتظاهرون مقارع حركة النهضة التي تسيطر على البرلمان التونسي وللمزيد مشاهدين الكرام تنضم إلينا هاتفيا من تونس ريم بن فرج الكاتبة الصحفية أستاذ ريم أهلا بك بداية مرحبا مرحبا بكم مرحبا بك أستاذ ريم يعني البداية من تصريحات المشيشي من أن البلاد قد دخلت في مرحلة جديدة وأنه لم يتعرض لأي ضغوطات من أجل تقديم استقالتي كيف تقرأين هذه التصريحات في مثل هذا التوقيت أيضا؟ شخصيا أنا أن هذه التصريحات هي تطمينات محاولة للتطمينات ومحاولة لانتصاص الغضب الشعبي لحكومة المشيشي ولتعامله مع حركة النهضة فمثل ما تتابعون في الأيام الفارضة حركة النهضة تعمل في التهديئات يعني تحاول أن تهدئ الأمور وأن تمشي نحو الحوار ونحو التهديئة لأنهم في البداية لم يكن هذا موقفهم كما تعلموا نعم طيب بالعودة إلى قرارات الرئيس قيس سعيد بالأمس كيف أيضا ترين هذه القرارات خاصة فيما يتعلق مثلا بإصدار نص قانوني ينظم إجراءات تسمح باسترجاع الأموال المنهوبة من تونس نعم قرارات الأمس هي تخص لجل الأعمال ومنظمة التجارة والصناعة فقد الرئيس قرأ التقرير من تقرير دائرة المحاسبات وقام بأخذ قرارات نستطيع أن نقول عنها جريئة لأنها سوف تجعل هؤلاء الرجال الأعمال يعيدون الأموال بطريقة موزعة بطريقة عادلة على الولايات من الأكثر فقرا إلى الأقل فقرا وسوف تتم محاسبتهم يعني هو نوع من المصالحة الجزائية لكنها مصالحة بطريقة يعني تحاول أن تغير مباشرة يعني طريقة عادلة يعني عادلة وفضل طيب طيب أستاذ هريم برأيك هل تحتاج تونس مستقبلا في المستقبل قريب تحتاج إلى المزيد من القرارات لاستكمال مسيرة التصحيح هذه وهل من المتوقع أن يتم الإعلان عن خطوات أخرى إصلاحية طبعا نحن في حالة انتظار وتشوق لقرارات أخرى لقرارات أقوى لمحاسبة ثم محاسبة ثم المحاسبة وخاصة مع تزامن مع هيئة الدفاع عن الشاهدين شكرا بالعيد ومحمد إبراهني قد قدموا دليل الدمغة على تورط حركة النهضة في جهاز تري تورطها في الإختيان مباشرة وتورطها في الاستخبار على الدولة والاستماع إلى الداخلية والعسكر والشرطة العسكرية ننتظر محاسبة هؤلاء وننتظر أيضا خارجة الطريق توضح لنا ماذا سيحدث بعد عملية الإصلاح الشاملة في تونس في المستقبل القريب والبعيد أيضا شكرا جزيلا لك ريم بن فرج الكاتبة الصحفية كنت معنا من تونس في نشرة السالسة تبادل رئيس لجناني ميشيل عون ورئيس الحكومة المكلفة نجيب ميقاتي الأراءة في الصيغة المقترحة لتوزيع الحقائب الوزرية على الطوائف جاء ذلك خلال لقاء عون وميقاتي لليوم الثالث على التوالي لمتابعة مسار تشكيل الحكومة الجديدة وعقب اللقاء قال ميقاتي أنه سيلتقي رئيس اللبناني مجددا يوم الاثنين القادم لاستكمال المشاورات من ناحية أخرى قال رئيس مجلس النواب نبيه بري أن البرلمان اللبناني على أتم الاستعداد لرفع الحصنات عن الجميع من دون استثناء في قضية انفجار مرفأ بيروت قد جاء ذلك في الوقت الذي أكد فيه المكتب الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء اللبنانية أن ما تم تدوله في بعض وسائل الإعلام من رفض رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب إعطاء الإذن بملاحقة مدير أمن الدولة في قضية انفجار مرفأ بيروت عارن تماما عن الصحة وضف المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء اللبنانية أن هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل قالت إن صلاحية إعطاء الإذن منوطة بالمجلس الأعلى للدفاع قد تم إبلاغ المحقق العدلي بهذا الأمر شهد ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد والمستشار النمسوي سفاستيان كورتس التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون التنائي بين البلدين كان ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد قد وصل إلى فيينا في زيارة رسمية للنمسا يبحث خلالها علاقات الصدقة والتعاون بين البلدين وعددا من القضايا الإقليمية من جانبها أكد مستشار النمسا تطلع بلاده للعمل مع الإمارات بشكل وتيق لتعزيز الاستقرار والتنمية الاقتصادية في المنطقة العربية مشيدا بجهود الإمارات في مواجهة الأفكار المتطرفة والإرهاب أكد وزير خارجي كويتي أحمد ناصر المحمد الصباح أن بلاده تشهد حوارا استراتيجيا مع الولايات المتحدة الأمريكية وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظره الأمريكي أنتوني بلينكين أوضح وزيره الخارجية الكويتي أن مجالات التعاون مع الولايات المتحدة تشمل مجال التعليم والأمن السيبراني بضلا عن التعاون في مكافحة بيروس كورونا تحدثنا بالنسبة إلى أهمية الجولات بالنسبة إلى الحوار الاستراتيجي كافة ما يهم البلدين وإطفاء صبغة أخرى للعلاقات الثنائية نتطلع إلى الجولة الخامسة من الحوار بين الكويت وبين الولايات المتحدة الأمريكية ونعتقد ونحن الآن كلا البلدان والعالم يمر في جائحة كورونا لعله من المفيد تبادل الخبرات فيما يتعلق في مكافحة هذه الجائحة من جانبه أكد وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين أن الولايات المتحدة تعمل مع الكويت لتعزيز الأمن في المنطقة مشيرا إلى أن الشراكة بين البلدين ازدادت بقوة اليوم كما قال وزير الخارجية نحن نعمل على الكثير من القضايا لإنهاء طبعا وباء كورونا مثلا ولتحقيق الأمن في المنطقة ولسد حاجيات الناس في كل الشرق الأوسط وما خرجت وأود أن أشكر الكويت لوقوفها بقوة لتقدم دعما لآلية كوباكس التي توفر اللقاحة حول العالم وهي تقود دورا رياديا في توزيع اللقاحات الآمنة والفعالة وبدعم كبير من دولتين جددت وزارة الخارجية الفرنسية دعمها لمبادرة السلام السعودية بشأن اليمن كما عبرت أيضا عن إدانتها لهجمات قوات الحوثي على أراضي المملكة وخلال لقاء وزير الخارجية السعودية فايصل بن فرحان بمستشار الرئيس الفرنسي لشؤون الديبلوماسية مانويل بون وذلك في قصر الإليزي بالعاصمة الفرنسية باريس للاستعراض التعاون المشترك وتبادل وجهات النظر حيال العديد من القضايا الإقليمية والدولية خلال هذا اللقاء أضافت الخارجية الفرنسية أن فرنسا جددت التأكيد على حرصها على الأمن والاستقرار الإقليميين مشاهدين الكرام نشرة السادسة مستمرة معكم وتتابعون فيها في لبنان حرائق الغابات تخرج عن السيطرة وعون يطالب بسرعة إخمادها موسيقى أكدت الولايات المتحدة دعمها لقوطة منظمة الصحة العالمية لإجراء دراسات إضافية حول أصول باريس كورونا وقد جاء ذلك وفقا لما نشرته الخارجية الأمريكية في بيان خلال اجتماع وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية تدرس أدهنم في الكويت وقد شدد وزير الخارجية الأمريكية على ضرورة أن تستند المرحلة التالية إلى الأدلة على أن تتسم بالشفافية أيضا بقيادة الخبراء وضمان خلوها من أي تدخل مؤكدا على أهمية اتحاد المجتمع الدولي لمعالجة هذه المسألة الحاسمة سجلت سيدني أكبر مدن أستراليا زيادة يومية قياسية في حالات الإصابة بفايروس كورونا وحذرت من تفاقم التفاشير وقد سجلت ولاية نيو ساوت ويلز 239 حالة إصابة محلية في أكبر زيادة يومية منذ بدء الجائحة رغم تمديد العزل العام في سيدني عاصمة الولاية هذا وقد سعت السلطات الاستعانة بالجيش في تطبيق عزل عام مفروض على المواطنين وقالت رئيسة الوزراء بالولاية أن عدد الوفيات بالولاية ارتفع إلى 13 والعدد الإجمالي على مستوى البلاد وصل إلى 921 وفا أعلنت روسيا رصد 800 وفا مرتبطة بفايروس كورونا مسجلة من جديد على حصيلة الوفيات التي سبق أن سجلتها ثلاث مرات في الشهر الماضي يأتي ذلك وسط زيادة في إصابات كورونا ترجع سببها إلى السلالة دلتا شديدة العدوى وأكد فريق العمل الحكومي المعني بمكافحة الجائحة تسجيلة 23 270 إصابة جديدة بكورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية منها 3356 في موسكو قررت سلطنة عمان تمديد الإغلاق الليلي لاحتواء انتشار فيروس كورونا بما يشمل تقييد التنقلات والأنشطة التجارية في الفترة من العاشرة مساء وحتى الرابعة صباحا وبدأت حالة الإصابة بكورونا ترتفع مجددا في عمان بعد تراجع مطارد منذ منتصف يونيو الماضي وسارعت عمان خلال الشهرين الماضيين في وطيرة حملة التطعيم حيث ارتفعت نسبة المطعمين إلى 35% بحلولة من يوليو الحالي لليوم الثاني على التوالي تتواصل عمليات إخماد الحرائق في شمال لبنان والتي امتدت إلى الحدود مع السورية وفي إطار متابعة جهود إخماد الحرائق اطلع الرئيس اللبناني نيشيل عون على عمليات إجلاء الأهالي الذين تقع منازلهم في محيط رقعة النيران بمناطق عكار والهرمل وعدد من البلدات المجاورة للحدود اللبنانية السورية وقد طلب عون الأجهزة المعنية في لبنان بالتشدد في العمل على محاصرة النيران وإخمادها ومنع امتدادها إلى المنازل وكان فتى لبناني يبلغ من العمر 15 عاما قد لقي مصرعه خلال مشاركته في عمليات إخماد الحرائق فيما أفاد الصليب الأحمر اللبناني بنقل ثمانية أشخاص إلى المستشفى وتلقي 25 آخرين إلاجهم ميدانيا كتفت السلطات اليونانية جهودها لاحتواء حرائق الغابات في شمال شرقي البلاد وظلت خدمة الإطفاء في حالة تأهب طوال الليلة وأمرت فرق الإطفاء بإخلاء عدد من قرى المنطقة كإجراء احترازية وأفادت خدمة الإطفاء بأن الوضع تحسن بالقرب من قرية دروسيا وذلك تم تكتيف العمليات لإخماد الحرائق فيها موضحة أنه يشارك في عمليات الإطفاء 180 من رجال الإطفاء وتمان وحدات أرضية ومروحيتان وطائرتان أعلنت السلطات البلجيكية أن الحصيلة الرسمية لضحايا الفيضانات التي ضربت شرق وجنوب شرق البلاد قبل أسبوعين قد وصلت إلى 38 شخصا بينما لا يزال شخص واحد مفقودا وقد أوضحت السلطات المحلية في جنوب البلاد أن عدد الأشخاص الذين أصبحوا بلا مأوى يتجاوز الـ 15 ألفا بينما لا تزال التكلفة النهائية لإعادة إعمار المناطق المتضررة غير معروفة على وجه التحديد قالت السلطات الصينية أن عدد ضحايا الفيضانات التي ضربت مقاطعة خنان بوسط البلاد الأسبوع الماضي ارتفع إلى 99 قتيلة يأتي هذا في حين لقي 26 أخرون مصرعهم في منطقتين نائتين بعاصمة مقاطعة خنان يذكر أن تشانجاتشو عاصمة مقاطعة خنان قد تعرضت لسقوط أمطار قياسية قبل تسعة أيام وغمرت مياه الفيضانات شبكة متر الأنفاق بالمدينة مما أصفر عن مقتل 14 شخصا وحولت شوارع المدينة إلى أنهار متدفقة أصدرت هيئة المسحة الجيولوجية الأمريكية تحذيرا من احتمال سونامي عقب زلزال بقوة 8.2 درجة ضرب شبه جزيرة ألاسكا وقد أعلن المعهد الأمريكي للجيوفيزياء وقوع الزلزال على بعد 106 كيلو متر جنوب شرق مدينة بيرفيل وعلى عمق 35 كيلو مترا مشيرا لاحتمال حدوث موجات سونامي تشمل الأراضي الأمريكية في جوام وجزر ماريانا الشمالية الوقاعة في المحيط الهدئ تفقد محافظ بني سويف بمرافقة منسق حياة كريمة مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرى مركز بيبا والبالغ عددها 46 قرية وقد تفقد مشروع إنشاء مخازن أدوية بمستشفى تنسا على مساحة 405 متر ووصلت نسبة التنفيذ إلى 40% كما تفقد المحافظ المجمعين الخدمين بقريتي تنسا والجاري إنشاء أمه ضمن 6 مجمعات خدمية وسوف يضم المجمع الخدمي العديد من الخدمات المختلفة بطريقة حديثة ومميكنة داخل المبنى وذلك بهدف توفير الوقت والمجهود للمواطنين المستفيدين من المجمعات وفي بني سويف أيضا تفقد نائب محافظ بني سويف عاصم سلامة سير العمل في المشروعات الجاري تنفيذها بقرى مركز ناصر ويأتي ذلك ضمن المشروع القومي لتطوير القرى في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة وقد زار نائب محافظ بني سويف مجمع الخدمات الجاري إنشاؤه بقرية بهبشين حيث يتم حاليا صب أعملة الدور الأرضي بالمجمع وذلك ضمن إنشاء 6 مجمعات خدمية بالقرى ومدرسة قرية دنديل للتعليم الأساسي والتي تضم 11 فصلا حيث تم الانتهاء من 65% من الإنشاءات حتى الآن كنا في الأول النهاردة الصبح في قرية بهبشين عدينا على المشروعات اللي كانت موجودة فيها وشوف نسب التنفيذ والنسب الإنجاز اللي موجودة عدينا على مشروعات مجمع الخدمات الحكومية ومجمع الخدمات الزراعية وكان النسبة للإنجاز تتجاوز الحوالي 25% النهاردة احنا دلوقتي قدام مدرسة من ضمن المشروعات في قرية دنديل قرية دنديل لوحدها فيها ما يقارب حوالي 12 أو 14 مشروع هيتم إنجازه في إطار المبادرة المدرسة اللي احنا مقدامة النهاردة دي مدرسة تعليم أساسي فيها طاقة حوالي 11 فصل والحمد لله نسب الإنجاز فيها وصل حوالي 60% يعني تقريبا نقدر نقول إن على بداية السنة العام الدراسي الجديد إن شاء الله هتكون مدرسة داخلة في التشغيل وهتشتاب الأبناء ما الطلب نظمت مدرية الصحة بضميات قافلة طبية شاملة بقرية كفر شحاتة تابعة لمركز كفر سعدة وذلك ضمن جهود المبادرة الرئاسية حياة كريمة وقال وكيل وزارة الصحة بضميات السيد عبدالجواد إن القافلة تضمنت عيادات متنقلة بكافة تخصصات طبية ومعملان وصيدلية لصرف الأدوية بالمجانة وذلك وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا تم خلال القافلة الكشف الطبي على 1245 مواطنا بالإضافة إلى تحويل 28 حالة لتلقي العلاج بالمستشفيات وإنهاء إجراءات استصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لأربع حالات اختيارنا لكفر شحاتة النهار ده كان بيتم على طريق وزارة الصحة إنها وزارة الصحة عندها تعليمات إننا لازم نكون بعيد عن المستشفيات 15 كيلو متر فبنختار البلاد البعيد عن المستشفيات المركزية بمسافة لقطة كلها عن 15 كيلو متر النهار ده كفر شحاتة ده مبادرة حياة كريمة مبادرة سيادة الرئيس الجمهورية حياة كريمة لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين بنعمل تشيك على أجهزة طبية في العيادة والإنارة وأي حاجة تخص راحة الدكتور عشان يقادي مهمته بأكمل وجه بالنسبة للمريض تاني يوم اللي هو يوم الشغل الفعلي بنقف قدام العيادة بنبقى مسؤولين مسؤولية كاملة بنبقى مسؤولين مسؤولية كاملة ننظم الجمهور بحيث إن إحنا نيسر عليه المعاناة على ما ييجي دوره في الكشف وكده النهاردة القافلة العلاجية بتقدم خدمة العيادات بالأخصائي موجود العيادات طبعاً الدكتور يكون أخصائي أو استشاري حاجة تانية كمان بندعم الدكتور بوجود معمل به أكتر من 40 تحليل الميزة الأكبر في القافل إن الخدمة الطبية اللي بتتقدم للمريض مش مقتصر على اليومين بتوع القافلة بس لكن الخدمة ميزتها إن هي بتمتدل بعد كده بنحاول المرضى اللي محتاجين تحويل المستشفيات لإجراء تدخلي معين مثلاً بنحاول المستشفى اللازمة لها الحاجة التانية إن المرضى اللي محتاجين استصدار قرارات على لنفقة الدولة بنسهل لهم إجراءات استصدار القرارات دي وفي محافظة كفر الشيخ تم انعقاد لقاء دوري لمتابعة مبادرة حياة كريمة بحضور المحافظة جمال نور الدين ومسؤول مؤسسة حياة كريمة بكفر الشيخة حيث تم استعرض الأعمال الجارية بقرى وتوابع مركز مطوبص ضمن المبادرة الرئاسية وخلال اللقاء أكد المحافظ أن الدولة حريصة على تنفيذ المشروعات الخدمية والبانية وذلك حسب أعلى المواصفات القياسية في رصف الطرق وتوسعتها وتبطين الطرع وتوصيل الغاز للمنازل وتوصيل أيضاً الإنترنت قد تم تكليف وحدة الجيوميكانيكية بإنشاء خريطة رقمية تضم جميع المشروعات التي سوف يتم إقامتها بقرى مطوبص والتعاون مع المدريات لمد الوحدة بالخرائط الخاصة بكل مشروع لربط الوضع الفعلي بالمستهدف أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصفى مدبولي على أنه على الرغم من التحديات الناتجة عن جائحة كورونا فقد أثمرت جهود الدولة المصرية خلال تلك الفترة عن الانتهاء من منظومة حماية متكاملة لضحايا الاتجار بالبشر وقد جاء ذلك في كلمة لرئيس مجلس الوزراء خلال مشاركته في الاحتفال الذي تنظمه اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر بسم الله الرحمن الرحيم السيدات والسادة نحتفل هذا العام باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر في ظل استمرار التحديات التي فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد إلا أنه على الرغم من تلك التحديات فقد أثمرت جهود الدولة المصرية خلال تلك الفترة عن الانتهاء من منظومة حماية متكاملة لضحايا هذه الجريمة تشمل تقديم كافة خدمات المساعدة والمأوى المؤقت وبرامج إعادة التأهيل والإدماج دون تمييز كما تسهم في الملاحقة الجنائية الفعالة للجناء وفق نهج يراعي حقوق الضحايا ويحفظ هويتهم وبياناتهم الشخصية وإدراكا منا بأهمية التوعية في مكافحة هذا النوع من الجرائم فقد مولت الحكومة المصرية بث الجزء الثاني من الحملة القومية معا ضد الإتجار بالبشر على كافة وسائل الإعلام المرئية ووسائل التواصل الاجتماعي بهدف التوعية المجتمعية بصور الجريمة وكيفية الإبلاغ عنها أو طلب المساعدة السيدات والسادة إن الجهود المصرية في مكافحة جرائم الإتجار بالبشر هي جهود مستمرة بدأت منذ التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكول بليرمو منذ عام 2004 مرورا بإنشاء لجنة وطنية تنسيقية تابعة لرئاسة مجلس الوزراء تضم كافة الجهات المعنية وتستهدف بلورة رؤية موحدة في مجال مكافحة هذا النوع من الجرائم وانتهاءا بالتنفيذ الكامل لكافة أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر 2016-2021 إنما تقدم لهو دليل على الإرادة السياسية للدولة المصرية في مكافحة هذه الجريمة النقراء وتوفير حياة آمنة ومستقرة لكافة مواطنيها والمقيمين فيها معا ضد الإتجار بالبشر نفى المركز الأعلامي لمجلس الوزراء الأنباء التي انتشرت في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن ارتفاع أسعار السلع التنمونية تزامنا مع رفع أسعار البنزين وقد قام إعلامي مجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية والتي شددت على استقرار أسعار السلع الغذائية بكافة المنافذ التنمونية والمجمعات الاستهلاكية وفروع مشروع جمعيتي دون أي زيادات جمعيتي عفوا دون أي زيادات وذلك مع توافر مخزون استراتيجي منها يكفي لعدة أشهر قادمة وأوضحت أن عمليات نقل السلع الغذائية بين المحافظات تتم عبر شحنات نقل تعتمد معظمها على منتج السلارة والذي لم يشهد تحريكا في أسعاره أعلنت وزارة الدولة لهجرة وشؤون المصريين بالخارج انتلق برنامج التدريبي الصيفي لشباب الدارسين المصريين بالخارج في الهيئة العامة للاستثمار ويأتي ذلك ضمن برنامج التدريب وبرامج التدريب التي يقدمها المركز بالتعاون مع عدد من الوزرات والجهات الحكومية والشركات الخاصة في مجالات متعددة وذلك بهدف توفير الخبرة العلمية والعملية والميدانية المطلوب تنفيذها لدارسين بالخارج من جانبها قالت وزيرة الهجرة نبيلة مكرم إن الدارسين الحاصلين على فرصة التدريب هيئة الاستثمار وفقا لتخصصاتهم العلمية تم تقسيمهم لأربع مجموعات وذلك حتى يستطيع المتدرب الإلمان بأكبر قدر ممكن مما تقدمه الهيئة من خدمات يزور وفد شباب المصري واليوناني والقبروسي دولة اليونان في إطار فعاليات النسخة الرابعة من المبادرة الرئاسية إحياء الجذور واستكمالا للمبادرة التي أطلقها رئيس عبدالفتح السيسي قلال القمة الثلاثية بالعاصمة القبروسية نيقوسيا عام 2017 وأكدت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج نبيلة مكرم ضرورة نقل هذه المبادرة إلى الجيلين الثاني والثالث من شعوب الدول الثلاث ومن هنا جاء التوافق على فعاليات النسخة الرابعة ليتعرفوا على معالم الدول الثلاث والقواسم التاريخية المشتركة وتأكيد على مفهوم الجذور المصرية في إطار متابعة الحكومة لمنظومة المخلفات الجديدة بالقاهرة الجديدة لتحسين مستوى النظافة أكد وزير التنمية المحلية محمود شعراوي أن الحكومة لا تملك رفاهية الوقت لسرعة تنفيذ العقود الموقعة مع الشركات وتحقيق نتائج سريع على أرض الواقع في أحياء المنطقتين الشرقية والغربية وخلال اجتماعين مع كل من رئيس مجلس إدارة شركة إنفرو ماستر للخدمات البيئية ناصر عيد والعضو المنتدى بشركة ارتقاء للخدمات المتكاملة وتدوير مخلفات أيمن محرم أشار شعراوي إلى وجود توجيهات رئاسية بتغير حقيقي في مستوى النظافة بشوارع العاصمة مشددا على متابعة الدورية والمستمرة مع مسؤول الشركتين لإجراء تنفيذ العقود على أرض المحافظة والالتزام بالموعيد المتفق عليها أكد وزير الزراعة سيد القصير على جهود دولة في تطوير قطاع الأمصال واللقاحات البيطرية مشيرا إلى توسع في هذا القطاع لحماية الثروة الحيوانية وإتاحة المزيد من الفرص التصديرية للسوق الخارجية جاء ذلك خلال اجتماع وزير الزراعة مع رئيس مجلس إدارة شركة ميفاك المصرية الأمريكية المشتركة ورئيسها كريس نيلسون ورئيس مجلس إدارة ورئيس التنفيذي لشركة كامن الأمريكية وخلال اللقاء أكد ممثل شركة الأمريكية رغبتهم في زيادة حجم استثماراتها بمصر في مجال الأمصال واللقاحات البيطرية قال وزير الموارد المائية والرئي محمد عبد العاطي إن التعاون مع دولة جنوب السودان يمتد لسنوات طويلة تم خلالها تنفيذ العديد من المشروعات التنموية بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وقد جاء ذلك خلال مباحثات مع وزير الرئي مع نظره بدولة جنوب السودان ماناوى بيتر والوافد المرافق له والذي يقوم بالزيارة للقاهرة حاليا وقد أكد وزير الرئي على العلاقات الواطيدة التي تربط مصر وجنوب السودان مشيرا إلى أنه تم خلال اللقاء متابعة موقف المشروعات الجاري تنفيذها والبرامج الزمنية المشروعات المخطة تنفيذها أيضا بما يعود بالنفع على مواطني البلدين أكد محافظ شمال سيناء محمد عبد الفضيل شوش أن إجمالي اعتمادات القطة الاستثمارية الجديدة للعام الجديد 2021-2022 بلغت 318 مليون جنيها وذلك بخلاف الاعتمادات المركزية مشيرا إلى توزيعها على مجلس المدن لإقامة المشروعات والمرافق الخدمية على مستوى المحافظة واشدد المحافظ خلال اجتماع لمناقشة مشروعات الخطة الاستثمارية على أنه يتم تركيز على مشروعات خدمة المواطنين بالتنسيق مع نواب كل دائرة من جهة أخرى أكد المحافظ الاستمرار في اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا لافتا إلى أنه تم تفويد رؤساء مجالس المدن والمديرين في تحديد نسبة حضور العاملين وفقا لمقتضيات الصالح العام والآن مشاهدين مع أهم أنباء الاقتصاد مع ميرفت المليجي إليك ميرفت شكرا أميمة وإيمان وأهلا بكم مشاهدين مع أخبار المال والأعمال أخبار الاقتصاد موسيقى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن وزير الإسكان عاصم الجزار أن مبادرة التمويل العقاري الجديدة تهدف إلى دعم المزيد من شرائح المجتمع وتوفير المسكن الملائم للمواطنين من شريحتين محدود ومتوسط الدخل وذلك بقروض تمولية ميسرة للغاية وأسعار المدعمة وعلى فترة زمنية طويلة الأجل وأضاف الوزير أن جهات التمويل تقوم باستقبال العملاء الراغبين في الحصول على وحدات سكنية ضمن مبادرة التمويل العقاري الجديدة وذلك من خلال البنوك أو شركات التمويل العقاري المشاركة في مبادرة بسعر عائد 3% متناقص وفترة سداد تصل إلى 30 عاما موسيقى 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 أعلن رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يحيى زكي عن نجاح المباحثات مع الجانب الروسي بشأن توسيع نطاق المنطقة الصناعية الروسية داخل المنطقة الاقتصادية ليشمل شرق بورسعيد والعين السحناء يأتي ذلك في ختم زيارة وبد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس للعاصمة الروسية موسقى وأضاف الرئيس المنطقة الاقتصادية لقناة أنه سيتم توقيع العقد النهائي بالنهاية العام الجاري لتأسيس شركة لإدارة المنطقة الصناعية الروسية من جانبه قال النائب الأول لوزير الصناعة والتجارة الروسية إن منطقة قناة السويس تتميز بموقعها اللوجستي الفريد استقبل الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار محمد عبدالوهاب سفير اليابان لدى القاهرة نوكي مساكي وذلك في إطار عقاد الاجتماع الأول لللجنة المصرية اليابانية بهدف الترويج للاستثمار والتي تم تدشينها خلال فعليات الدورة السابعة لقمة مؤتمر توكيو الدولية حول التنمية في إفريقيا وخلال الاجتماع أكد رئيس الهيئة الاستثمار حرصه على تحقيق الاستفادة القصوى من اللجنة المشتركة بين مصر واليابان بهدف تحقيق التكامل بين هيئتي تشجيع الاستثمار في كل البلدين هذا بالإضافة إلى دراسة الفرص القائمة لضخ المزيد من الاستثمارات الجديدة من اليابان إلى مصر إلى البرصة المصرية حيث تبين أداء مؤشرات السوق لدى أغلق تعملات اليوم في آخر جلسات الأسبوع وسط عمليات شراء ملحوظة من المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية والمستثمرين الأفراد المصريين على الأسهم الصغيرة والمتوسطة وكذلك أسهم المضاربات قابلها عمليات جني للأرباح سريعة على الأسهم الكبرى والقيادية وقد حقق رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقادة بالبرصة مكاسب قدرها نحو مليار وسبعمائة مليون جنيه ليصل إلى سبعمائة وواحد مليار وستمائة مليون جنيه وذلك بعد تدولات كلية بلغت نحو ملياري وسبعمائة مليون جنيه وهذا وقد هبط مؤشر EGX30 بنسبة 25% ليغلق عند مستوى 10742 نقطة أما الارتفاعات فكانت من نصيب مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 والذي ارتفع بنسبة 71% ليغلق عند مستوى 2763 نقطة فيما انخفض مؤشر أو صعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا والذي ارتفع بنسبة 21% ليغلق عند مستوى 3742 نقطة نتحول إلى ألمانيا حيث أظهرت بيانات الرسمية تراجع البطالة في يوليو ألجاري مع قيام الشركات بتعين المزيد من الموظفين مع استمرار التعافي في أكبر اقتصاد أوروبي وقال مكتب العمل أن عدد العاطلين قد انخفض بواقع 91 ألفا إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية عند مليوني وخمسمائة وثمانية وتسعين ألف شخص كما انخفض معدل البطالة المعدل في ضوء العوامل الموسمية إلى خمسة وسبعة من عشرة بالمئة نهاية أخبار الاقتصاد وعودة لأميم وإيمان إليكم شكرا لك ميربت مشاهدين الكرام وبأخبار الاقتصاد تنتهي نشط أخبار الساعة السادسة والآن إلى العناوين خلال ترأس اجتماع الحكومة بالعالمين الجديدة مودبول يؤكد أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة مشروع دولة تصخر له كل الإمكانات وغدت جملة جديدة من القرارات للرئيس التونسي محكمة الاستئناف تفتح تحقيقات مع الرئيس الأسبق لهيئة مكافحة الفساد عون يستكمل مشاورات تشكيل حكومة لبنانية والبرلمان مستعد لرفع الحصانات عن الجميع في قضية المرفأ ختم نشرة السادسة أتتكم من التلفزيون المصرية في أمان الله اشتركوا في القناة